اشتركوا في القناة اسناده ولم يشذ أو يوعل يرويه عدل دبيط عن مثله معتمد في ضبته ونقله والحسان المعروف ترقا وغادت رجاله لك الصحيح اشتهارت وكل ما عن رتبات الحسن قصر فهو الضعف وهو أقسى من كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتبيعه والمقطوع والمسند المتصل الاسندي من رويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل روي يتصل اسنده للمصطفى فالمتصل مسلسل غلما على وصف آتا مثل آما والله أنبان الفتا كذك قد حدثانيه قائما أو بعد أن حدثاني تبساما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعان كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضدوه ذاك الذي قد نازلا وما آضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زوك ومرسل منه الصحابي يساقط وقل غريب مرو ورو فقط وكل ما لم يتصل بحالي اسنده من قطع الأوصالي والمعدل الساقيت منه سناني وما آتا مدلسا نوعاني الأول الإسقطور الشيخ وأن ينقول عن من فوقه بيعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصفاه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقات فيه المالا فالشاد والمقلوب قسماني تالا إبدال رو ما بيرو قسمو وقلبه إسناد لمطن قسمو والفرد ما قيتاه بثقاتي أو جمع أو قصر على رواياتي وما بعلات غمود أو خوفا معلال عنده موقد عريفا وزغط لا في ساناد أو متنه مطارب عند أهيل الفني والمدرجات في الحديث ما آتت من بعد ألف ضروات التصالت وما روا كل قارن عن آخه مدباج فعرف حقا وانتاخه متافق لوضا وخطا متافق وددوه فيما ذكرنا المفتارك مؤتارف متافق الخط فقط وددوه مختارف فخش الغالط والمنكر الفرد به راو غدا تعدله لا يحمل التفرد متركهما واحد به فرد وأجمعوا لدعفه فهو كارد والكاذب المختلاق المسنوع على النبي فذلك الموضوع وقد آتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق السلسين بأربع أتت أبيتها ثم بخير خطيمة شكرا لكم خطيمة ترجمة نانسي قنقر